مهاناة نازحي جرف الصخر في مخيمات بزيبز بقضاء العمرية في محافظة الأنبر شاهد على المآسي التي يعيشها النازحون في العراق وخاصة في فصل الشتاء حيث لم تعد الخيام البالية تحميهم من البرد القارس نهيك عن ندرة المساعدات أو الخدمات للتخفيف من معاناة هؤلاء الكبيرة وسط صمت وإهمال حكومي على مدى سنوات نزوحهم التي تعدت السبعة صار لنا سبع سنين في مخيمات بزيبز التي تابعة لغضاء عمرية الصمود أول شيء نبدأ لكم بذلك الشتاء تدرون الشهر الشتاء علينا الشهر الـ 12 والواحد برد نحشيكم عن فصل الشتاء يعني الشتاء برد وضيب وخيمنا ما التحمل يعني اللي قاعد بخيمة جوالايلونة بهذه الشتاء تعرفون انت شون البرد وهذا نفوط ماكو مساعدات مساعدات إننا للنازحين ماكو هنا أفراش ما حتى يجيب نفوط ماكو وجعدين صار لنا سبع سنين سبع سنين وهي طبينا بالثامنة لا جاي من مسؤول ولا جاي من محافظ ولا جاي رئيس الوزراء ما حد انتبع علينا ولاي وينتقد النازحون السلطات والمسؤولين الحكوميين الذين يسعون لمصالحهم الخاصة وبشكل خاص في المواسم الانتخابية ويهملون الجوانب الإنسانية في معاناة النازحين هاي كتنة البرد يعني يعني الخيمة خاصة صار ثمانة سنين بيت قاعد يقع تامو خيمة رقعة كتنة البرد يعني بشته باردة وبالصف حارة يعني حارة فول نطع بره أحسن ما نقعد بالخيمة بيوم الانتخابات الاستراكسات تجي مشيات مشيات كل ما نجاب للصور انتقبوا هاذا يفيدكم لا هذا خير لا هذاك خير هاك هاك ليجوا وليجوا يشتغلون حكومة ماكو هنا بالله وكيلة يعني بس بالانتخابات نجي شفناهم وين نروح وتعاني أكثر من 2500 عائلة نازحة في مخيمات بزيبز من ظروف معيشية غاية في الصعوبة فقمها عدم قدرتهم على إعمار منازلهم في مناطقهم التي دمرت خلال العمليات العسكرية والتنصل الحكومي من المسئولية تجاه هؤلاء النازحين وغيرهم والذي بلغ أوجه في تصريحات حكومية صدرت مؤخرا أكدت إغلاق ملف النازحين في محافظة الأنبار على اعتبار أن المحافظة باتت خالية من مخيمات النزول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر